بخصوص فيروس كورونا فيروس كورونا مثل ما قلت لكم أنا ومنش نهول ونكبر للأسف الشديد هذا هو نبدأ في الجزيرة هذا هو نبدأ يعني هذا هو نحط خيمة نتعو هذا وره نصب القنطاس كما نقوله بعدنا في الجلفة نتعو القيطون الخيمة هذا وين ريقل أمورو ورح يدير في الوتد يوتد في الخيمة مليح مليح ومعول يصيف يعني كورونا هذا ورح يدخل للزائر اللي رح يقول لكم بليش الدوزو وليمات رح غالط هذا وين حطت الكورونا كعايها ويديها في البسينة معولة صيف تكمل منها لفا سبتمبر اكتوبر ممكن نقولوا بلك يعني هذا ورح بدأت الكورونا يا جمعة مايش مايش راي في الأيام الأخيرة راي في بدايتها هذا وين بدأت يعني كي خلاص الكورونا في أوروبا الموجة الثانية والثالثة لأنه كان الموجة الرابعة رح يخوفوا في بريطانيا أو في إيطاليا أو في إسبانيا أو في فرنسا وغدا رح يتخوفين من الموجة الرابعة وإحنا اللي عايشين في بريطانيا راهم يقولون ممكن جدا رايحين تديروا اللقاح الثالث لأنه إحنا درنا اثنين أنا داير اللقاح داير مرتين عندي ثلاث سور من يدرته يعني موش جديد عندي ثلاث سور من يدرت الفاكسر صحبتوا لي أنا ميساج قالوا لي ممكن جدا أنا نعيطونك تدير التروازية وقالت لهم أنه حاضر أنا داير الثالث 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 أنا 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 قولوا لي برك نحب بالفاكسر نموت علي أنا قولوا لي برك وعلى لأنه يعني عبر لي الموت كائنا كائنا ممكن يدرك شريحة تعدى الجسس كما قال لك كارشوش قال الملكاني يدرك شريحة تتجسس هذه هي اللعنة لا شريحة تتجسس عليك الملكاني يعرف وحر داخل طوالات الوصف وعلى الصالو وحر تتحضر في المسجر معك ما أكدا أو كائنا واحد قال لك لانا الفاكسر هده مشكل هاو شنه قال لك يسببك العقل تقول لي ما تجيبش لولاد انتقليه واحد عنده سبع ذراني احلف السيدة عنده سبع ذراني مش لقويش وهم قالوا احلف يقول لي ما يجيبش ذراني يا ربي عندك سبعه وكل جده مقبل هذا ماكش لاقلوش توكله متحوسته نجيب ذراني قال له يحلف مني منكسح ما يجيبش ذراني اه راهم يقولوا راهم يقولوا بالخل فتح بسلك ما يزيش تجيب ذراني اخلاص هاو مشكل الى قاعد نجيب ذراني ما نجيش الفاكسر هو عنده سبع ذراني عنده سبع ذراني حيينة ثلاثة وربعة ماتوا الله يا رحمه ماتوا واحد ماتوا حمرون واحد ماتوا بالكوليرا واحد ماتوا صفاير وبقولوا هذو السبعارة هم حاصلين يبعثهم يتغدىوا عد خانهم يتعشوا عد عمهم يروحوا عد الجيران حاصل في قسامهم ويحوص يزيد ذراني ويقولوا واحدة في لكان صح هلا هايشر هذك فيه هذك فيش تقول لي ما تفكرش في إبادة نصه وتقول لي ما تفكرش تقول الرنجاس والحل هذو ميقلم غير الرنجاس ميقلم غير القزول واحد اللي يجيك يقول لك ادرك شريحة تجسس عليك ولاخره يقول لك الفاكسا يحبس لك الظنايا تقول لي العقوب ما تجيبش الولاد واحد اللي يخمم بهذا التخمام واش تنتظر منه؟ هربطوا في الزريبة معك شما هويش خير هربطوا في الزريبة خير ولا هم حاطوا تيتا تغدر معه وتناقش فيه في الفيسبوك ويطلعك فيه سؤال وتجاوبه وعليه تضيع الوقت هذا هاختوا عزرين ودهاروحوا بعدونا نقارغوا هنقارغ لي اية والاروح الشريرة هنقارغ لي هاخفوا ربي نعاود نجعل الكورونا الخسائر البشرية التي عريفتها ايطاليا وبريطانيا واسبانيا وفرنسا وكثير من الدول الاوروبية لا تقارن بما تشهده الجزائر حلفت زيري موتوا عشرة الفيسبوك يتقلب والدنيا تحولها ونجعهم يا زيزرون سيفر اوه موتوا واحد في مغنية وليت المسان المغنية البارح موتوا واحد عشرة الاكسجين حبس لهم عشرة موتوا يا عبد ربي موتوا واحد ومش من اجل الاكسجين موتوا واحد لانه اجل وصل شرب الاكسجين شرب 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 ومن اجلوا يسكنوا جرنوا في الرياخ لكن الناس الاغن ماتوا عشرة ماتوا هربعتاش صح يا سبيلين افترض انهم ماتوا مياء في اليوم ماتوا مياء بفيروس كورونا لا يسوي شيء نعم مئة واحد في النهار يموتوا ما هو مش مشكل يعني الحمد لله أنه ما هو مش عشر ألف في النهار لأنه وضع اللي نعايشين فيه في الجزائر نقص الإمكانيات والهمج والجهل والغباء والفوضى والخراب أنا بالنسبة لي أنا لو كان نسمع باللي ماتوا ألف واحد ما نستغربش لأنه في إيطاليا وفي إسبانيا اللي هي الدول متطورة وفي بريطانيا هنا في بداية أزمة كورونا كانوا يموتوا ألفين ثلاثة في النهار بريطانيا كانوا يموتوا ألفين وثلث ثلاث شخص في النهار نقرأوا إحصائية رسمية ثلث ثلاث واحد ماتوا بالكورونا نعم في بريطانيا العظمى التي لا تغيبوا عنها الشمس ثلث ثلاث إنسان يموت في النهار في بداية الكورونا لكن الحكومة البريطانية اتخذت إجراءات صارمة من بينها أنه لازم الناس كل تدير الفاكسين لازم الناس ما تخرجش ولكن بقرارات ذكية لأنه في بريطانيا هنا وش تدير كي تغلق له البار والرستور وتغلق له السينيما وتغلق له الملاعب وتغلق له مراكز الترفية خلاص هنا في بريطانيا وليس فارغ من الشغول يذهب في الشارع وليس كمّل الخدمة يذهب للبار يذهب للرستور يذهب للسينيما يذهب للستاد كي تغلق له هذه المرافق العمومية خلاص يقعد في دارهم إذن الحكومة طبقت هذه الإجراءات الصارمة والشعب البريطاني أو المقيمين في بريطانيا التزموا التزموا حفاظا على أرواحهم وأرواح غيرهم بهذه الإجراءات وكانت فترة عصيبة لمدة ثلاث شهر نعم لأن بريطانيا زيرت الحياة ثلاث شهر ثلاث شهر مارس عضي الماي مارس عضي الماي الذبان ما يزغلش والسطر كي تكون خارج صعيبة وراك رايح وعليش رايح ولما تكون راجع يسكروا يكفل أوتيل عشر أيام وتخلص من جيبة ويدلوا كيسيونير وعليها روحت وين روحت وش روحت الدير إذا أنت تقول ما نروحش ياسيوش خرجني لأن عايش في المشاكل أنا العبد الضاعي السعيد بن سدير قبل قبل جون في 2021 كنت من قعدش شهر في بريطانيا إذا قعدت شهر في بريطانيا راني ملي شهر في بريطانيا نسافر يا إما راني في سويسرا يا إما راني في باريس يا إما راني في بلجيكا المهم عندي تنقلات وعندي أموري خاصة وعندي علاقاتي وعندي يعني فوق للقاءاتي دائما نسافر وكتو تشوفوني دائما نسافر لكن لما بدأت إجراءات مزايرة أنا من جون في 2021 لم أخرج من بريطانيا من 3 أو 4 جون في آخر مرة خرجت كراس العام الريفيون وروح تفوت وفر خارج عودت رجعت نظر 3 أو 4 جون في من جون في ما زلت لحد اليوم حتى العطلة نتاع الصيف اللي يموال في ولادي نديهم خارج بريطانيا يغيروا جو العام هذا يديتهم للشمال البرد وقلتهم ريحوا فوتنا السمانة والحمد لله حفاظا على أرواحنا الحمد لله واتخذنا إجراءات احتياطية وبريطانيا يعني الحكومة أخذت إجراءات الآن تقريبا كورونا في بريطانيا تكاد تصبح من الماضي تكاد تصبح من الماضي الحياة الطبيعية جدا في بريطانيا حنا في الجزائر لو نطبقوا هذه الإجراءات لمدة شهرين فقط شهرين لو طبقناها في جويليونز ونطبقوا في شهر أوت أنا أروح معكم بعيد لو الشعب الجزائري والحكومة الجزائرية يتخذوا إجراءات صارمة ما في مدة شهر أوت فقط من اليوم البرمي أوت إلى غاية الثلاث أوت لو كان يغلقوا المطاعب يغلقوا الحانات يغلقوا المقاهي يغلقوا قاعات الحفلات يحرموا العراس يحرموا المآتم كي قلتني يحرموا المآتم بعض الناس قلتك ما يحرموا المآتم ما يموتوا يا ديناصور الناس تموت يدفنون في صمت ما تديروش نديب ما تجيبوش خير بالطب محمد السلامي وكذا وتندبو اللي مات بالكورونا دفنوه الله يرحمه حتى اللي مات موت طبيعي مات موت طبيعي ما تديروش جنازة تعرضوا الناس واللحم والطعام وزيد سجي الله يرحمه سجي المكاش سجي الله يرحمه مات دفنوه في صمت يعني التجمعات سواء الأفراح أو الأطراح أمنعوها لا سينما لا حفل لا موت لا حفل لا عرس لا هنا لا أختانا شهر واحد فقط أوت فقط تذكروا على رواحكم نهائيا سنخرج من الأزمة بإذن الله بأقل الأذرة شهر واحد فقط الناس كلها دي الفاكسا والناس تقلل من زيارة من خروج من خروج الناس أصلا بأوت معظم الشعب الجزائري في أوترا وعطلة ياخوية في عطلة هذي يستفيد من العطلة حقيقية في دارك وقعد في دارك ما تروح لن البحر ما تروح بها لن البحر تخسرهم في دراهم البحر اشتري كريماتيزر ديروا في دارك وريح تبرنا تولادك اشتري لولادك باسينة تابلاستيك هذيك بيسين صغيرة حطانهم في المراح والله في البالكون خلي ولادك تبارك طوف الماء واصبر شهر واحد يابو خلونا شهر واحد اصبر شهر واحد شهر واحد هم بعد كعود ترجع الحياة الطبيعية كما كان لكن إذا كان ما احترمتوش هذي البروتوكول الصحي وما درتوش الفاكسن وما زيرتوش روحكم شهر اوت قبل سبتمبر نقولون نحزبو في الموت بالالاف نقولون نحزبو في الموت بالالاف وما تدروش تدروش وتقولون الدولة سامحة والوكسجين ما كان شو وقدا لا الوكسجين موجود كل شي موجود فقط مشكل توزيع مشكل تنظيم ومشكل يعني انضبار انا نسلع في اخبار بلي من الناس القراء نشرف قراء القاز وكتسو فيهم مش عارف لويش قراء القاز اللي تنفسو بهم واحد شالي ربعة ولا خمسة وحطهم في القراج بسكرعي ها اخو يا رام يقولوا بلي رح نقصر القاز ونشر خمس قراء وخبيهم مدام رأم مرخاص ثلاث ملاي رب عملين تلقى تدخل عنده القراج تلقى عنده خمسة ستقرع مستوك يا عبد ربي هذا مش مقارون هذا مش زباكيتي مش راح تقوم الحرب هذي قراء تعقاز كي تخبي انت عندك خمسة معناتها ربعة من الناس رهم ماتوا انت تحتاج قراء خلي عند القراء وربعة الاخرين رهم ماتوا معناتها سوء توزيع خلي الناس يدو قراء تعقاز خلي الناس يعمروا يتنفسوا وخلي الناس يعيشوا الناس الآن رهي تنجر في الأكسجين هل هذا خطأ الدولة هل هذا خطأ الحكومة لا هذا خطأ الهيشر القاشر الريشي الشعب العظم ما عندي ما نزيل أكثر من هذا نسلح مسليخ تعنعاج ترجمة نانسي قنقر